مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر ولسه مستمرين في الحديث عن خصائص هذا الشهر الكريم وصفات شهر رمضان اللي يعني فيه عدد كبير جدا من الصفات والخصائص بتعتبر ركيزة أساسية لي حدث بقى ولا حرج الرحمة المغفرة التآلف المحبة السكينة أيضا والإحسان وصلة الرحم كل هذه الأخلاق والصفات الحسنة اللي بيحرص عليها الصائم في نهار رمضان واللي المفروض أن هي تستمر أيضا معنا يعني ما بعد شهر رمضان لأن دي الأخلاق والسلوكيات اللي دعا عليها الإسلام خلونا نرحب بضفنا فيه للستوديو دكتور عبدالله موحي عزب عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا سلام صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا دكتور أهلا بيكم دكتور وحليكم صحة وسلام دكتور فيه يعني خصائص كتيرة جدا موجودة في هذا الشهر الكريم كلمنا على التسامح الرحمة صلاة الرحم الرحم أيضا شايف إيه أهم هذه الخصائص اللي لازم يسعى لها الشخص في هذا الشهر للحفاظ عليها أيضا ما بعد شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أرحب المشاهدين والمشاهدات وأقول للأمة الإسلامية عموما أن شهر رمضان منحة من الله لهذه الأمة فالحق تبارك وتعالى فرض الصيام لحكمة ولهدف لأن الصيام هو تكليف فيه مشقة ولا يمكن أن تكون هذه المشقة إلا لحكمة هذه الحكمة هي حصول التقوى وحصول التقوى هذا يعني هذا الأمر ليس بالهين بل يحتاج إلى مجاهدة النفس يحتاج إلى جهاد النفس فالصيام لا شك أنه يقمع الشهوات ويرضع الهوى الصيام مدرسة يتعلم منها الصائم الأخلاق الكريمة فيتخلى عن الرزائل ويتحلى بالفضائل ولذلك نجد يعني الحديث يقول يعني الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفس ولا يفسق ولا يسخب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم فالصيام يعلم الإنسان الصبر وبعدين الصيام عبادة فكيف أنا أكون صائم وأتقرب إلى الله عز وجل وأنا قائم على معصية صحيح يعني كيف أسمح لنفسي أن أنا صائم وفي عبادة مثل الصلاة تماما يعني أنا متصل في هذه العبادة بالله والصيام يعني بيتميز عن سائر العبادات أنه هو سر بين العبد وربه يعني ممكن أي إنسان يأكل يشرب ولا يطلع عليه أحد ولكن مع هذا نجد أن كل الصائمين يحذرون هذا ويخافون من هذا ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى يراكبه ومطلع عليه وبالتالي لا يمكن أن يأكل أو يشرب لأنه يعلم أن الله يراه وبالتالي هنا بيتوفر معنى الإخلاص في الصائم فالصائم بيراقب ربه وبيتمنى أو بيرجو من الله عز وجل إذا كان بيعبد الله أو بيأدي هذه عبادة بنيت العبادة لأنه للأسف يعني في بعض من يصوم يصوم كعادة يعني بتجد بعض الناس يرتكب المعاصي ولا يصلي ولا يزكي ولا كذا لكنه يصوم يعني تجد شريحة كبيرة من الناس بتعمل هذا الصيام عن الأكل والشرب فهو بيصوم عن الطعام والشراب وده الصيام المعروف صيام عن الطعام والشراب من طرع الفجر إلى غروب الشمس لكنه لا يصوم عن المعاصي مثل هذا صيامه لا قيمة له لأن العبادة أي عبادة يجب أن ترتبط بسلوك الإنسان صحيح يعني حتى الصلاة مثلا من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له الحج من حج فلم يرفس ولم يفسه خرج من زنوبه كيوم ولدته أمه فأي عبادة يجب أن هي ترتبط بسلوك أو تنعكس على سلوك الإنسان أما ما يحدث أن المخادعين يعني تجد بعض الناس يصلي الصلاوات الخمسة في جماعة ويقول كم شهر يروح يعمل عمره كذا وكذا وكذا ولكن تجده كذاب ومنافق ومرتاشي ومحتكر ويفعل المعاصي يعني سلوكه في ودي وعبادته في ودي آخر مثل هذا سلوكه يحبط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور المعروف لأصحابه أتدرون من المفلس؟ قالوا من أول وهل المفلس من لا يملك درهما ولا دينارا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة يعني جب كل الفرائده لكنه أتى وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دمي هذا وأكل مالي هذا فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته فإن فنيت حسناته حاملة من أوزارهم فطرحت عليه ثم طرح في النار فطبعا كل العبادات يجب أن هي تنعكس على سلوك الإنسان تربي في الإنسان القيام تربي في الإنسان الأخلاق الكريمة فما الفائدة أن أنا أكون صائم في شدة الجوع والعطش ومع ذلك أنا مرتشي أو أنا محتكر أو أنا كذاب أو أنا لعان أو أنا قائم على المعاصي لا فائدة لهذا الصيام أنه مغتاب نمام ولذلك نجد أن الصيام هذه الفردة تهزي بالسلوك والإنسان منه يعني الخطاب لكل الأمة الإسلامية لابد أن الإنسان يعتبر نفسه واحد من اتنين إما أنه من الفائزين في هذا الشهر وإما أنه من الخاسر ربنا يكتبنا إن شاء الله جميعا من الفائزين ربنا سبحانه وتعالى يكتبنا من الفائزين يا رب الفائزين أتفضل يا فتح عايزة أتوقف مع حضرتك عند الصداقات والناس يمكن في رمضان بتتنافس في مسألة الصداقات دي ويبقى لها أثر اجتماعي جبير جدا على الناس في رمضان وإزاي نستمر كمان بقى بعد رمضان في السلوك اللي إحنا محتاجين نكمل بيه لأنه عندنا طبقات كتير بتحتاج ده وإحنا من واجبنا الاجتماعي إن إحنا نستمر في ده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إزا جاء رمضان اجتهد وكان أجود ما يكون في رمضان فرمضان بيرقق القلوب ورمضان الحسن فيه بتضاعف إلى عشر أم سنة وإلى سبعمائة ضعف فمن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وبالتالي بنجد ناس كتير جدا بتأجل حتى زكاة الملك تخرجها في هذا الشهر من أجل تضاعف السواب ونضاعفة الأجل وكذلك الصدقات المندوبة فرمضان بيعلم الإنسان الجود ويهز بالنفس من الشح ومن البخل ويعلم الإنسان إنفاق عموما حتى الإنفاق على الأبناء وعلى الأسرة هي قربة يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل لكن بضوابط طبعا يعني بسرط أن يكون هذا الإنفاق من مال حلال أن يكون ينفق في المباحات أو في المسنونات والواجبات وأيضا أن يكون فيه توازن بين الإنفاق يعني لا يكون فيه تبزير ولا يكون فيه تقدير يعني الشارع الحكيم وضع ضوابط والخلق لا يتجزأ يعني الإنسان اللي بيعتد على هذا في شهر رمضان بلا شك أن هذا ينعكس عليه طوال العام يعني هو رب رمضان رب غير رمضان لكي ربنا ميز هذا الشهر وفضله بفضائل كثيرة لكي يرب الإنسان فيها نفسه ولكي يستطيع أن يكون من الفائزين الذين يصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضانا إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من زنبه نسأل الله عليه العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا في هذا الشهر وأن يجعلنا من المقبولين اللهم أمين يا رب العالمين فمجال الإنفاق طبعا واسع يجب يكون فيه إنفاق على الفقراء على المساكين على المحتاجين يعني مواساة المنكوبين صلة الأرحام يعني هذا الشهر فرصة أن الإنسان يتقرب فيه إلى الله عز وجل بكل ما يملك هو شهر الجهاد والجهاد بيحتاج لتعب ومجهود وهذا المجهود مش ببلاش يعني هذا المجهود لازم أسعى عليه أكيد دكتور وإحنا بنتحدث عن فكرة الإنفاق والإنفاق بسخاء أيضا في هذا الشهر علشان أجني أكبر قدر ممكن من الثواب فيه برضو عندنا ذكاة الفطر فيه بعض من الأشخاص يعني بيتكاسل في خروج هذه الزكاة يعني لحد صلاة العيد فهل ده يجوز أم لا يجوز لأن فيه برضو رأي آخر بيقول أنت تطلعها من أول يوم رمضان لحد آخر ليلة في رمضان هو طبعا فيه آراء فقية مختلفة لكن فيه جملتها أن زكاة الفطر يجوز إخراجها من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبل صلاة العيد قبل الصلاة آه فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة وزكاة الفطر مفروضة على جميع الناس الأغنياء والفقراء ولعلك تجد يعني أن نقدرها ضئيل جدا يعني صاع من شعير أو من طامرة أو كذا أو القيمة في حدود 15 جنيه بحيث يستطيع أي إنسان يستطيع أن يدفع حتى الفقير الذي لا يملك شيء وهيأخذ زكاة من الناس يدفع منها الزكاة حتى يتعود أيضا على العطاء يعني لا يتعود على الأخذ بشكل دائم بل يتعود كذلك على العطاء فزكاة الفطر جعلت طهرة للصائم لأن يعني ما يسلمش الأمر إن إنسان يخطئ خطأ يغلط غلطة كذا في صيامه فهذه الزكاة تطهر الصائم وتكون سبب في رفع أعماله وفي قبول صيامه إن شاء الله تعالى إن شاء الله دكتور إزاي شهر رمضان بالنسبة لنا يكون فرصة لنقاء الألوب يعني يرفع كده شعور الرضا والسكينة والطمأنينة جوة لبنا هو حضرتك الصيام مش صيام للجوارح فقط الصيام صيام للجوارح يعني صيام إنساك عن الطعام والشراب دي لوحدة أيضا صيام الجوارح عن المحرمات كما قلنا عن الغيبة عن النميمة عن الكذب عن الرشوة عن الضرب بالشاتم كل دي من أنواع الصيام يجب أن تصوم الجوارح كمان صيام القلب عن كل ما يغضب الله صيام القلب عن الحسد صيام القلب عن البغض صيام القلب عن الحقد لأن هذا الصئم يتقرب إلى الله فهو يعلم أن كل شيء بقدر الله وقدره فيجب أنه يخلي نفسه وإذا كان يحسد إنسان يتوب إلى الله ويعود إلى الله ويدعو لهذا الإنسان يعني يدعو لهذا الإنسان بالعلو والرفعة وهكذا يكون يعني موقف المسلم في رمضان أنه ينقي قلبه من الضغاء ومن أمراض القلوب هذه الأمراض التي إذا استأصلت بالإنسان يصبح الإنسان مريض نفسه فعلا لأنه كل شيء بقدر الله تعالى يعني الحاسد لن يجني شيء قدر الله نافذ نافذ الذي يبغضه ويكره تمني زوال النعمة عنه هذا يعني لن يتحقق لهذا الحاسد وإنما هو يأسب ولذلك نجد في الحديث الرسول لا تحاسد ولا تبغض ولا تضابر طيب يعني لا تحاسد الحسد نعين في حسد غبطة وفي حسد مزموم الحسد المزموم اللي هو تمني زوال النعمة وهذا هو الحسد المحرم لكن حسد الغبطة اللي هو مثل حديث الرسول لا حسد إلا في سنتين رجل أتاه الله مالا فصلته على هلكته في الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها حسد الغبطة إن أنا أشوف إنسان كويس جدا فأكون سعيد جدا بمكان هذا الرجل وأعتبره مسألة أعلى ليا وأتمنى إن أنا أكون مثله وأجتهد لكي أصل إلى المرتبة التي وصل إليه فهذا حسد الغبطة حسد الغبطة هذا واجب على كل الناس لأنه يعني بيدعو إلى العمل وبيدعو إلى الإنتاج وبيدعو إلى التفوق والتقدم وده مطلوب من الأمة عمومة لكن المنهي عنه هو حسد الحسد المزمون الحقت البغض إن إحنا نفعل أفعال تؤدي إن إحنا نكره بعض وبالتالي يعني يعني يجب الإنسان لا يقول ولا يتكلم إلا ما يرضي الله دائما يكون في طاعة الله هو صوم القلب عن كل ما يغضي بالله يعني الإنسان في هذا الشهر يجب أن يكون في معية الله صحيح لأنه في النهار صائم وفي الليل قائم وما دام هو في عبادة طوال الليل وطوال النهار فيجب أن هو ينقي قلبه وينقي جوارحه ويبتعد عن كل المعاصي ما ظهر منها وما بطل طيب دكتور عبد الله أنا أتكلم على الابتسامة يمكن من بين يعني خصائص هذه الابتسامة أيضا فكرة اللي هي بتعزز نوع من أنواع المواد حتى تبسمك في وجه أخيك صدقة فإزاي اللي إحنا نقدر ناخد أكبر قدر من ثواب هذه الابتسامة وتبقى نوع من أنواع الصدقة أيضا هو ليس الابتسامة فقط يعني سبحان الله الدين بتاعنا دين جميل يعني ما ترك شيء حتى أدب الحديث مع الناس يعني يجب الإنسان ما يتكلمش أبدا إلا إذا كان مطلوب منه الكلام ما يسريعش أن يتكلم وإذا تكلم لا يقول إلا الكلام الطيب الكلام المحبب للنفس الكلام الذي يرضي النفوس لا يبرح مشاعر ولذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر ولكلمة طيبة صدقة يعني كنت تقول كلمة طيبة هي صدقة لأنها بتحبب الآخرين فيك وبتكسر حدة الأعداء يعني لو واحد بكرهك تقول كلمة طيبة له تكسر حدة عدواته لك إنسان بيحبك تقوله كلمة طيبة وبتزداد حب فيه وتبسمك في وجه أخيك صدقة وكذلك فيه حديث يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة يعني الإنسان يعني بالحزبة الأديمة قبل تقدم العلم قاله إنسان فيه 360 عضو وعظم ومفصل كل عضو وعظم ومفصل من هذه الأجزاء يحتاج إلى صدقة طيب أنا أجيب صدقات منين قال يعني مشك إلى الصلاة كل خطوة تأخذ عليها صدقة إصلاح ذات البين تأخذ عليه صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة للوالدين بر الوالدين أن أنت وكلهم قولا معروفة يعني لازم أن يكون كلام طيب الكلمة طيبة مع الزوج الكلمة الطيبة مع الزوجة الكلمة الطيبة مع الجار كل هذا بلا شك أعطاء الصدقة بيدي أيضا نعم هي صدقة والكلمة السيئة ما هي معصية إذا كانت الكلمة القبيحة سيئة وتأخذ عليها أوزار فكذلك الكلمة الطيبة تأخذ عليها أجر وده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن هنا يعني يجب على المسلم دائما أن يتحلى بالقول الطيب والكلمة الطيب والابتسامة الطيبة وده من حسن الخلق ولذلك لا تجد يعني الإنسان الخلق إلا محبوب من الناس محبوب من الجيران محبوب من الأهل محبوب من الزملاء يقولون هذا يعني ملك من الملائكة لأنه يتحلى بالأخلاق الكريمة يتحلى بالصدق يتحلى بالعفة يتحلى بالإصار دائما يتحلى بالأمانة وهذه الصفات ما وجدت في إنسان إلا صار محبوب للجميع الله صحيح يعني دكتور عبدالله محي عزب حذكنا ورطنا في صلاح الخير مصر عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر شكرا على هذا اللقاء اللي خاصتنا به في صلاح الخير أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك شكرا على هذا اللقاء